اشتركوا في القناة الوصاية على الشعب المصري حتى لو كان من قبل المؤسسة العسكرية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير والحب والإعزاز لكنها ليست بديلة عن الشعب المصري الذي صنعه بيده هذه الثورة المجيدة لدينا انتخابات برلمانية في الأسبوع القادمة لنتسلم السلطة التشريعية كشعب من المجلس العسكري وبالتالي ضرورة الإعداد لهذه الانتخابات لكن في حالة صدور إعلان دستوري بمثل هذه الوسيقة أو في حالة تعطيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فسنعود لميدان التحرير ولن نخرج منه